مرحبا بما أنه رمضان وصيام ورؤية ومشاكل خلونا نتكلم عن علم الفلك اعمل لايك وشارك المحتوى مع من تحب وايضا ببدايات ظهور هذا العلم كان الانسان يعد القمر او الشمس او الاجرام السماوية بمثابة الالهة حيث انه يقوم بعبادتها ومن اهم الحضارات التي كانت متأثرة بهذا العلم هم الفراعنة فقاموا بصناعة الساعات الشمسية ومن الاهرامات بناء على مواضح فلكية خاصة بهم لا يوجد لبعضها تفسير اليومنا هذا وكان مسمى علم الفلك قديما يعرف بعلم التنجيم لكن سرعان ما غير الانسان بعض الافكار فاصبح يعتمد على التوقعات اكثر من الامور العلمية وكان للعرب المسلمون فضل كبير في هذا العلم العريق فقد تفوقوا تفوقا باهرا ووضعوا خرائط الاجرام السماوية وقاس العالم الفلكي ابو الريحان البيروني محيط الكرة الارضية ويعتبر اول من قال بكروية الارض ودورانها حول الشمس كما حدد علماء الفلك العرب اوقات الخسوف والكسوف ومنازل القمر وبيّنوا وضع الكواكب حول الشمس وطبيعة النجوم واختلافها عن الكواكب في مخطوطات عدة كما طور البيروني نفسه معادلة بياضية لاستخراج محيط الارض بطريقة علمية بسيطة وهذه المعادلة لحساب محيط الارض لا تزال مستعملة حتى الان وعرفت عند علماء الفلك بقاعدة البيروني لحساب نصف قطر الارض بالمختصر المفيد علم الفلك مغاير عن التنجيم فالأول ضروري وعلم قائم بذاته والآخر مجرد وهم مغلف بالمصطلحات الرنانة طابت أوقاتكم موسيقى